المفاية شركة بحرينية توصي منصة لإدارة المواهب وتطوير الكفاءات قائمة على الذكاء الاصطناعي بدأنا في 2020 والحمد لله رب العالمين مشوار أربع سنوات توسعنا في لنطقة الخليج الميدل إيست وعدنا بزنزز في نيورث المالكة ويوروب قدمنا على كذا برنامج البرنامج اللي يدعمونها تنكين منها الواجي انكرامنك بروغرام تيك ديسترابترز جلوبال إتسبانشن وغيره برنامج التيك ديسترابترز كان لأثار جدا كبير علينا كشركة تعتمد على التكنولوجيا فحصلنا دعم مادي معنوي كبير في دايركشنز احنا كنا نحتاجها من التيك تيم ماركتينج والتولز اللي كنا نحتاج اعتمد عليها على اساس نأسس الفونديشن حطنا في لفل معين بدت مسيرتي المهنية في لموفاي قبل سنتين تقريبا كنت حديثة تخرج وكان تخصصي مؤورد البشرية فبديت في لموفاي كمتدربة من بعد ثلاثة أشهر كونية متدربة في لموفاي قدرت أني أثبت نفسي وأحصل على permanent job بدعم البرنامج الوطني للتوضيف من الإنجازات اللي احنا حققناها في لموفاي أنه اليوم مو بس قاعدين نخدم السوق البحريني وصلنا إلى السوق المملكة العربية السعودية أيضا من شرل العالمية أتاح لي برنامج الوطني للتوضيف فرصة للعمل في لموفاي في مجال تخصصي قدرت خلال فترة عملي في لموفاي أني أطور من مهاراتي وأتعلم أشياء جديدة وأستكشف مهارات جديدة بعد من خطاط المستقبلية أني أطور من مهاراتي وأستفيد من دعم تمكين وأخذ شهادات احترافية في مجال تحليل البيانات ومنها أقدر أرتقي في مجال عملي ترجمة نانسي قنقر